الحقيقة ما نقدرش نتكلم عن الـ HCI من غير ما نتطرق للـ Psychological characteristics الخاصة بالـ Human اللي هنكلم على تحديداً الإيجو، إيموشن، أند إكسبرينس وإزاي نستخدم الكاركتريستكس دي أو Psychological characteristics دي لزيادة الموتيفيشن والبرسويشن أو التحفيز والإقناع من خلال الدزاين بتاعنا اللي بيتارجت الـ Human في الشابتر دا هنتكلم عن أربع أجزاء أساسية Introduction، بعدين Theories of Emotion, Motivation and Experience تالت جزء Using Affect، رابع جزء Application Area أول حاجة هنبدأ بالـ Introduction كانت صورة أجهزة الكمبيوتر في بدايتها كانت عبارة عن عادة بسيطة خالية من المشاعر بتأدي غرض معين أو حتى للترفيه لكن كانت بشكل عام ما كانش الـ Emotion Eliciting مهم في النقطة دي أو إثارة المشاعر ما كانتش هي التركيز في بداية ظهور الكمبيوتر مع طبعاً تطور التكنولوجيا أصبحت الكمبيوتر سيستمز بشكل عام واستخدامها بشكل متزايد جزء أساسي من الأنشطة الترفيهية والحياة اليومية والمرح أو الـ Entertainment للأفراد وبالطبع مع التطور أدى إلى عمل أو إنتاج تكنولوجيا خاصة فقط بالـ Entertainment اللي كانت بدايتها أيام الـ iPod اللي كانت تستهدف الـ Human Emotions بشكل أساسي لأنها ما كانتش مجرد Consumer Products أو Products استهلاكية ولكنها كانت معمولة علشان على حد قول الكاتب هنا Enchant and Captivate Their Users يعني تجذب وتسحر المستخدمين للمنتج ده والحقيقة أن الـ Emotions مش جزء إضافي أو عنصر اختياري للبشر لا هو جزء من تكوين أي إنسان وبالتالي لازم تصميمتنا لـ Computer Systems بشكل عام والمنتجات الوقمية والـ Digital Products بشكل خاص تاخد في الحزبان الـ Different Emotions of Any Human المتضمنة الإثارة، الخوف، الثقة أو انعدام الأمن الفرح، الحزن، مش بس إن هي بتقيس مثلاً سرعة كتابة الإنسان عليها أو سرعة استخدامه أو whatever طيب، الـ Emotions من وجهة نظر الـ HCI مقسمة لهدفين يأما البرنامج بتاعي أو الـ Product بتاعي بيتارجت الـ Emotions بشكل أساسي كـ Primary Goal أو بشكل ثانوي كـ Secondary Goal Primary Goals زي مثلاً نحنا لو إحنا بنعمل مثلاً Game أو أي Entertainment System ليبقى الهدف الأساسي بتاعه هو Eliciting Emotion أو إثارة المشاعر طبعاً المشاعر الإيجابية نحية الـ Product ده أو أثناء استخدام الـ Product ده للواجهة التحديد طيب، لكن ممكن يكون System عادي جداً بس يكون secondary goal بتاعه هو برضو Eliciting Emotions زي إيه؟ زي مثلاً لو أنا بعمل E-commerce System مثلاً أو حتى Educational System لازم أشجع وأموتيفيت اليوزر على استخدامه وأبني الترسط ما بيني وما بين اليوزر ما بيني أنا مش أنا شخصياً كإنسان لا ما بين الـ Design بتاعي وما بين الـ Product بتاعي الـ Digital Product بتاعي وما بين اليوزر المستهد طبعاً سواء كان Primary Goal أو Secondary Goal فالفقتين مش بعيدة عن بعض لو أنا مبني مثلاً Online Shopping System لازم أوصل اليوزر بتاعي لمرحلة إن هو يترسط يدفع الفلوس أو يعمل إتمام لعملية الـ Paying Money طيب، هياخد ديسجن الـ Paying Money إمتى؟ لما يكون البنى فل أو High Level of Trust ما بينه وما بين السايت وبالتالي الـ Directions لأي سيستم هيك حاجة من ثلاث حاجات أول حاجة يا إما إلسة إموشن أو إثارة مشاعر إن أنا السيستم بتاعي بيخلق حالة عاطفية معينة أو شعور خاص عند المستخدم بتاعي زي مثلاً كريتينج فيلينج أوف ديبندانسي للاستخدام سيستم بنك أو إن أنا أخلق إكسايتمنت لو أنا بعمل مثلاً Holiday Resort Site أو الـ Direction التاني لأي سايت إن أنا أعمل Detection and Respond to Emotions يعني بمعنى إيه؟ يعني الكشف عن الـ Emotions للـ User والاستجابة للـ Emotions عن طريق استشعار المؤشرات الفيسيولوجية المختلفة زي مثلاً معدل ضربة القلب اكتشاف نوع اللغة المستخدمة في الرسائل أو استخدام الكاميرات للتعرف على تعبير الـ Wish أو وجه المستخدم علشان يبدأ السيستم أو الـ Intelligent System بتاعي يرسبوند بناء على الـ Current Emotion of the User مثلاً مدي مثال هنا إن مثلاً الكار أوديو سيستم لو اكتشفت إن اليوزر أو الدرايفر متعب أو مرهق فهتغير نوع الموسيقى مثلاً Automatic أو إن البلاير لجيم معينة بدأ يشعر بالملل فهيزود الـ Difficulty عن طريق عن طريق الـ Dynamic Difficulty Adjustment للـ Current Level أو إن يكون الـ Product بتاعي أو Digital Product بتاعي عبارة عن Conduit for Emotion أو قناة لتوصيف المشاعر من شخص للتاني زي مثلاً استخدام الـ Emot Icons أو اللي احنا بنسميها الـ Emotives في أي Instant Messenger Product وأياً كان الـ Direction أو الـ Goal بتاع السيستم بتاعي زي ما احنا شفنا فلازم الـ Design لأي Digital System أو Digital Product يكونسدر الـ Different Emotions of الـ User أو الـ End User بتاعه دلوقتي هنتكلم عن داني جزء في الشابتر بتاعنا اللي هو عبارة عن Theories of Emotion, Motivation and Experience أول جزء هنتكلم عن Psychological and Physiological and Sociality of Emotion أو علم النفس وعلم وظائف الأعضاء واجتماعية الإنفعالات على الرغم من وجود اهتمام بعلم النفس والعواطف من نهاية القرن التاسع عشر وقوائل القرن العشرين إلا إن كان هناك في فجوة في دراسة العواطف في معظم الفترة من منتصف أواخر القرن العشرين في دراسة الـ Emotions اللي قد في الفترة دي لعدم سهولة أو إحنا ما كناش بنقدر أو ما كانوش العلماء يقدروا يقيسوا الـ Emotions بشكل نمريكلي لكن لحسن الحظ طبعا في Increasing Amount of Work في الـ Area بخصوص الـ Emotion والـ Emotion Measurement اللي أصبح فيه إمكانية إن إحنا نبني ديزاين كامل لـ System على الـ Emotion عن طريق إياسها بشكل نمريكلي ودقيق طيب عايزين نعرف مع بعض أنواع الـ Emotions؟ وعشان نعرف أنواع الـ Emotions لازم نفرق ما بين two expressions اللي هي الـ Emotion والFeeling أو العاطفة والشعور طبعا في كلامنا اليومي بيكون الـ 2 مترضفين تقريبا لكن لو إحنا هنتكلم بشكل Scientific لازم نعرف أن الـ Emotion هي الحالة الفيسيولوجية والعصبية للجسم لكن الشعور أو feeling هي عبارة عن التجربة الذاتية للاستخدام الـ Product الأدامي وده معناه أن الـ Feeling بيتولد في شكل لحظي ثم يختفي أو بيقل في شدته مع الوقت وبيختفي في وقت قصير ده بالنسبة للـ Feeling لكن لو هندخل مصطلح ثالث معاهم اللي هو المود يبقى في الحالة دي لازم نعرف أن المود بيقيس أو بيرفير للـ Positive or Negative feeling بس اللي بتستمر لفترة زمنية أطول طبعا سواء الـ Emotions أو Feelings أو المود هم الثلاث مصطلحات أشياء يعني الثلاث مصطلحات مش منفصلة عن بعضهم هندي مثال مثلا لو سمعت صوت عالي فجأة جسمك بشكل غريزي هيستجيب للمشاعر بأنه هيريقاكت مشاعر الخوف وده اللي ممكن نقيسه بشكل physiological عن طريق مقاومة الجلد أو معدل إضابات القلب أو whatever factors اللي احنا هنقيسه بيها علشان نطلع قياسات ملموسة هنا بنعني أو هيؤدي لفيلنج الشوك أو الصدمة أو اللي احنا نتجعز من الصوت ده طيب لو عرفنا إن الصوت ده بسبب مثلا إن واحد حوالينا فرق عبلونة مثلا يبقى الفيلنج ده هيختفي بسرعة وبالتالي هتضحك مثلا إن انت تخضيت من صوت زي ده وبالتالي الفيلنج ده هتتحول بشكل physiological لـ emotions عبارة عن ضحك بيعملوا الجسم طب بشكل تلقائي وبالتالي تحول لـ positive emotion جميل طيب الكلام ده هيحصل إمتى؟ لو المود المسيطر على يومك كان بوزيتف بشكل عام طيب لو حضرتك مودك وحش النهار أو بتحس بـ negative mood ممكن المشاعر الخوف اللي انت أول ما سمعت البالونة بتفرقع وحسيت بيها بدل ما تتحول لمشاعر أو emotion راحة إن هي هتتحول لـ negative emotions وبدل ما تضحك ممكن تزعق للي فرقع البالونة دي أعتقد من المثال ده فرقناه ما بين الثلاثة expressions طيب علماء النفس قدروا إنهم يفرقوا بشكل دقيق ما بين الـ real emotions زي مثلاً fear or anger or happiness بس الحقيقة المشاعر دي مشتركة ما بيننا كـ human وما بين كتير من الـ animals وبالتالي العلماء النفس حاولوا إنهم يفرقوا في المشاعر الأكثر تعقيداً اللي بتميز الـ human زي مثلاً العال أو القلق أو الندم وقدروا يحددوا إن الـ emotion موجودة أو يقدر تحددها في جزء معين من الدماغ اسمه الـ limbic system أو الجهاز الحوفي اللي بيتم تحفيزه مباشرةً باستجابة أو reaction لـ feeling معين زي مثلاً لما سمعت صوت عالي عملت reaction الخوف مثلاً لكن بعد كده الـ upper level of brain بيبدأ يترجم الـ feelings دي لـ more complex emotions مثلاً لما تكون حضرتك منفاعل جداً عن طريق مثلاً غضب شديد أو فرح شديد قلبك هيعمل thumping جوه صدرك بشدة أو هيخفق بشدة وهيتحول لون الوش للون أحمر مع تمدد الأوعية الدموية بتاعتك وهتنخفض مقاومة بشرتك لأن جسمك في الحالة دي مغطى بطبقة رقيقة من العرق الحالة اللي حضرتك وصلت لها دي أو الحالة اللي حضرتك فيها دي اسمها أروزل أو الاستثارة ودي مشتركة ما بين المشاعر الإيجابية أو سلبية واتجاه المشاعر سواء إيجابي أو سلبي ده يطلق عليه expression balance أو التكافؤ الاروزل هو الجزء اللي بيهتم به physiological computing أو الحوسبة الفيسيولوجية لأن من السهل نسبياً قياسها لكن طبعاً تحديد balance بتاعها أو direction بتاعها بيكون أصعب لما نحاول نحن نعمل interpreting الفيسيولوجيكال فاكترز اللي عندي لإيموشنز أساسية Not just about the head ليس فقط حول الرأس لما العاطفة نيجي نفسرها بشكل physiological ونطبقها بشكل psychological هنلاقي إن هي مش بس اللي حصل في دماغك أو في ال limbic system في البريم بتاعك ولا حتى المواد الكيميائية اللي تضفقت داخل الجسم مؤثرت على الجلد أو العين أو ما شابه لكن هي بالعاطفة أبسط تؤثر وتتأثر بحالة الجسم نفسه ويتفعلوا مع العالم الخارجي طيب خلونا نرجع لمثال البالون باب اللي احنا ذكرنا من شوية لما تسمع صوت البالونة بتفرقع إيه اللي هيحصل في ال limbic system في lower brain إنه هو هيسجل استجابة الخوف الغرزية اللي هتتولد ده هيقدي لإيه؟ إلى حدوث تغييرات في الجسم كله فهيرتفع معدل إيه؟ معدل الأدرنالين بناء على ارتفاع معدل ضربات القلب طيب معدل الأدرنالين هيحفز الجسم برد فعل اسمه fight or flight أو flight or fight الـ reaction ده هيخلي الجسم في وضع استعداد إنه هو يعمل action أو يقوم بإجراء معين اتجاه الصوت اللي سمعه ولما تعرف إنه هو كان صوت بالونة ففي الحالة دي الجسم هيبدأ في الضحك على التوتر اللي هو اتحط فيه لأنه كان مستعد إنه هو يعمل flight أو هوب من الموقف وبدل من كده بيوجه الـ flight دي لإطلاق هجوم في حركات عضلية شديدة بتتحرك بناء على اللوفينج اللي حضرتك بتعمله وبالتالي بيتم إفراز أو إطلاق مواد كيميائية داخل الجسم بتوصل للـ brain بتعادل تأثيرها تأثير بالضبط الأفيون لأن هي بتؤدي إلى جزء أو حالة من السعادة اللحظية لـ reaction اللي الجسم عمله في اللحظة ومش بس الجسم بيدي reaction على حاجة حصلت لا ده ممكن الـ physical movement للبضي نفسه هو اللي يعمل الاتجاه العكسي يعني هو اللي يولد electrical chemical stock أو حالة كهو كيميائية داخل الجسم إزاي؟ دينا هنا مثال إن مثلا في تجربة من التجارب طلب من مجموعة من الأشخاص إنهم يعملوا تعبيرات مختلفة تعبروا عن الحزن أو الخوف أو السعادة على وجههم نتيجة إنهم أو ما كانش قدامهم راية نتيجة إنهم ما يعرفوش أو ما حسوش أو ما شافوش الـ reactions بتاعت بتاعت إلا إن كحالة psychological من جوة can be react automatically للحالة اللي عليها physical movement لتعبيرات الوش على سبيل المثال لو حضرتك عملت reaction smiling أو happiness على وجك لفترة movement العضلات الوش هتترجم داخليا psychological positive feeling وممكن لو حضرتك طولت في الضحك أو في happiness أو smile face اللي حضرتك وسمته على وشك ممكن تترجم feeling لإموشن أو happy mood أو positive mood وهكذا طيب جميل آخر حاجة هنتكلم عليها في partition أو section نحن لازم نعرف أن emotions بتتأثر بشدة أو عواطفنا بتتأثر بشدة من بيئتنا أو من البيئة المحيطة للإنسان طيب الإثبات ده قام مجموعة من العلماء بعمل تجربة أن دعوا مجموعتين من الناس لحفلة تجربة كوكتيل معين وتعاملوا مع مجموعة منهم بشكل عدواني وتعاملوا مع المجموعة التامية بشكل friendly فطبعا كان الـ reaction المتوقع أو اللي كانوا عايزين يثبتوه أن فعلا المجموعة اللي تم التعامل معها بشكل عدواني طلعت من الحفلة دي وهم بيصعوا بـ aggressive أنهم في feeling aggressive اتجاه العالم لكن اللي تم التعامل معاهم بشكل friendly خرجوا وهم على وشهم happy face أو كانوا سعداء في اللحظة دي وبالتالي ولد عندهم مشاعر إيجابية أو مش مرتاح وانت بتتعامل مع الشخص ده تاني جزئية هنتكلم عن reason and emotion أو العقل والعاطفة لما نسمع لما نسمع العقل والعاطفة يجي في أذهننا أنهم متبعدين أو مش متصقين مع بعض لكن الواقع غير كده أن العقل مطبط بالعاطفة والعاطفة مرتبطة بشكل أساسي the reasoning وأن ممكن استخدام العاطفة بشكل إيجابي لتوجيه الإنسان أو الهيومن بكفاءة لاتخاذ قرارات صحيحة ومدينا هنا أكتر من مثال بيوضح ارتباط العاطفة باتخاذ القرارات أو أهميتها في اتخاذ القرارات أن بعض الدراسات أجرت على أجريت على بعض البيشنس اللي بيعانوا من دامج في أجزاء من المخ المؤثرة على العاطفة زي أحد المرضى كان عانى من تلف في قشرة الفصل الجبهي للدماغ نتيجة لأنه عنده ورم حميد فظهر الشخص ده كأنه بالضبط بارد عاطفيا وفي نفس الوقت لم يستطع اتخاذ قرارات وحل مشكلات عرضت عليه بالفعل وبالتالي لازم نعرف أن العاطفة مش مجرد تأثير عشوائي لكن هي محرك أساسي بشكل أربع آخر للدسجن ميكينج مش بس كده الاموشنز كمان مهمة جدا في الحفاظ على التركيز والانتباه على مثال البيشنت الهو إليوت اللي احنا ذكرناه من شوية اللي عنده ورم حميد في الفصل الأمامي أو الجبهي ده للأسف فقد وظفته نتيجة لأنه للأسف كان بياخد وقت طويل جدا في عملية بسبب تشتت الانتباه وبالتالي لازم نبص للمشاعر إن هي صورة متكاملة حتى لو فيها معينة مثلا إحساس بالملل حتى الإحساس بالملل دوري في الصورة المتكاملة دي وإلا هنظل نحاول باستمرار في شيء دون إيجاد حلول مرضية بالنسبة لنا لو الملل ده مش موجود ما كناش وجدنا أو توصلنا لحلول حتى لو بطريقة سريعة وكانت حلول غير مناسبة ما كناش لجأنا للدسجن ميكينج حتى لو كان سريع وخاطئ في بعض الأحيان برضو من الضوري إنه يعدي الإنسان بتجارب حتى لو خاطئة علشان يتعلم والحياة تمشي بعد كده وأحياناً بيكون مهم إن نعمل قرار أو بور ديسجن في وقت سريع أفضل من إن إحنا نعمل جود ديسجن في وقت طويل وعشان نتأكد من أهمية الإيموشنز في صنع القرار أو ديسجن ميكينج فهسيب لحضراتكم مثال تقروا اللي هو تحت عنوان حمار بريدان نسبة لإسم فيلسوف في القرن الثلاث عشر كان اسمه الفيلسوف بريدان وهسيب لحضراتكم تقروا المثال طيب نكمل بقية النظريات الخاصة بالإيموشنز من أهم النظريات الحقيقة اللي تكلمت عن الإيموشنز وعلاقتها بالنيدس الخاصة بالإنسان ماسلو هيراريكي ماسلو عالم كان متواجد في سنة 1943 اسمه أبراهام ماسلو قسم النيدس للإنسان لخمس أجزاء أساسية الخمس أجزاء أنا هروح للهرم على طول أشرح عليه الخمس أجزاء عبارة أول قاعدة الهرم بتاعنا هي الفيزيكال نيدس الاحتياجات الفيسيولوجية أو الجسدية دي بتشمل إيه؟ بتشمل الجوع والعطش التحرر من المرض والأذى ودي الاحتياجات الأساسية اللي بتتفاوت من شخص للتاني وغم إن هي أساسية إلا إن مفهوم الجوع الشديد بيختلف من الشخص للتاني على حسب تحمله وعلى حسب صبره لكن بشكل عام هي دي الاحتياجات الأساسية عشان يبقى الإنسان على قيد الحياة وأمس إن الاحتياجات الأساسية دي تحققت الإنسان بيبدأ يفكر في تحقيق السيفتي نيدس أو الاحتياج للأمن والسلامة من خلال توفير مأوى مكان يبعده عن الأمراض أو مكان آمن مفهوش لمرض ولا خوف ولا أذى وانس إن الإنسان حقق النيد دي بيأكل وبيشرب وحاسس بالأمان لأنها يروح للنيد الثالثة لا شعوريا بيتجه لللاف نيدس لأن الإنسان سوشيال بطبعه سوشيال معناها إيه؟ معناها اجتماعي عايز يكون صداقات يكون علاقات اجتماعية يدخل في ريليشنشيب ويكون أسوة طيب الثلاث احتياجات اللي تحت من الهرم اتحققوا عند الإنسان بيتجه مباشرة للليفل فور من النيدس اللي هي الاستيم نيدس أو الايجو استيم نيدس معناها تقدير الاحتياجات الشخصية أو الأنا الذاتية وده بتتعلق بمشاعر تقدير الذات والثقة بالنفس الجدارة في عمل عملية معينة أو عمل تسك معينة إن هو يشوف احترامه في عيون الآخرين كل ده يندرج تحت الايجو نيدس اتحققت ليفل فور بيتجه بشعور لليفل فايف من النيدس وهي وهي عبارة عن الحاجة إلى تحقيق الذات والليفل ده بيشمل الرغبة في إن هن هنكون مبدعين وإن نكون اوتانومي أو أن نكون أنفسنا وأن ننمو فكريا علشان مصلحاتنا الشخصية وأن احنا نتعلم أكتر للبحث عن مزيد من الحكمة في الحياة وهكده ده كان هارم مصله للاحتياجات الإنسانية أو الاحتياجات البشرية هنتنقل بعد كده تيكينج بلاي سيريسلي فهو المصله مفيش مكان للعب هتقولولي اللعب لازم يبقى ليه مكان هقول لحضرتك أيوة كتير من الباحثين بعد مصله فكروا في إنهم يستخدموا اللعب والإنترتينمنت في المناحي المختلفة في الحياة زي الإدوكيشن أو الهيلث كير أو حتى العلاج وفي بعض الشركات يستخدم للتحفيز الداخلي للموظفين أو السلف متوفيشن عند الموظفين إنهم يستمروا ومش بس كده أصبح دمج حاليا المناهج الحديثة في معظم دول العالم دمجوا الألعاب مع المناهج التعليمية لتشجيع الأطفال برضو تعلمهم مهارات مختلفة وفي نفس الوقت المكافئات اللي هما بيحصلوا عليها من الألعاب بتفتح لهم جوانب جديدة في المنهج نفسه وهكذا أو حتى بتفتح لهم ألعاب جديدة فبالتالي بيدفعهم للاستمرارية في عملية التعلم أو عملية الإنتاج لو كان موظف وستخدم كمان أساليب حديثة في العلاج بالجيمينج فإحنا لازم تيكينج بلاي سيريسلي طيب لو هنفكر في الألعاب من وجهة نظر المصمم زي اللعبة من لعبة وسيطة كلنا عارفينها اللي هي سنيكند لادر أو السلم والتعبان اتخيل ان انت بتستخدم اللعبة دي لتعليم الطفل مهواطر ياضيات مختلفة فممكن نفكر فيها بشكلين مثلا ان الطفل يرمي النارد وبعدين لما يوصل لقاعدة السلم أو رأس الثعبان هيدي له لغز بسيط أو مسألة حسابية بسيطة أو مسألة حسابية المواد تعلمها من خلال اللعبة ويحلها الطفل لو هو حلها صح فهو ممكن يصعد السلم في الحالة دي أو ما ينزلش من رأس التعبان ممكن نفكر فيها كدزاين إشو تاني ان احنا مثلا ان الطفل يلعب اللعبة بنارد له مطلق الحرية يلعب اللعبة بنارد أو اتنين بحيث ان هو يحسب لو هو ممكن يلعبها بواحد وعدد الخطوات هتكفي ان هو يحصل على فوز معين ولا هيلعبها بالاتنين ويجمع العمليتين مع بعض فيوصلوا برضو لسلم أو ينجيه من تعبان أو هكذا ففي التصميم الأولاني كان الدافع خارجي يعني بنقوله اعمل كذا علشان تتسلق السلم أو ما تنزلش من وقص التعبان لكن في التصميم التاني بيكون الدافع داخلي لان تجميع الاعداد بتاعت جزء اساسي من اللعبة واستخدمناه فعلا لتعليم الطفل الديسجن ميكينج من نفسه ماشي بدون ما نجبره ان هو يحل لغزة خارجية أو حاجة خارجية عن نطاق اللعبة نفسها وده كان الفرق بين السلف موتيفيشن والإكسترنال موتيفيشن وارتباط الألعاب بالحضارات المختلفة مش وليد اللحظة أو في الاعتاسكس حتى المختلفة مش وليد اللحظة كان سنة 1930 جي عالم اسمه يوغر هرزينجا في كتابه اللي سمها هومو لودنز مش مشكلة في الأسماء دلوقتي المهم ان هو اقترح في الكتاب ان الألعاب هي اساس الحضارات أو جزء اساسي من الحضارات المنظمة وعشان يثبت اقتراحه ده أو نظريته دي فهو حاول ان هو يفحص الألعاب عبر التاريخ سواء في العصر القديم أو في العصور الحديثة نسبيا فلقى ان التاريخ فيه قصص كتير ان الألعاب فعلا كانت بتدخل في الحروب وفي الحكومة وحتى في المحاكم وأماكن كتير جدا كان فيها المصحية ورياضة المنظمة وهكذا رغم ان الطبيعة للأنشطة دي تختلف بين الثقافات وعبر الزمن إلا ان كان فيه سمات مشتركة ما بينهم أو ما بين الأنشطة دي وهي الحدود أو الباوندرس لو هنتكلم مثلا عن مصرحية دي محدودة بالزمن والمكان والحدود الجسدية علشان تعرف امتها تقوم بالحركة دي في الوقت ده ووولز قواعد معينة متفقة حتى في بعض الحضرات كانت بعض القواعد تعصفية أو شديدة أو أجريسيف إلا إن هي جزء من طبيعة اللعبة نفسها اللي لازم اللاعبين بتوعها يلتزموا بيها وفيه كمان الدوافع الذاتية أو أن الإنسان كان بيلعب علشان التسلية وعشان حابب اللعبة والحقيقة مش بس كده الألعاب بتنمي الإبداع وبتنمي الامجينيشن يعني كتير مننا لعب وهو صغير إن هو قايم بدور دكتور أو بدور مدرس أو بدور زابط وكان بيتخيل حوارات ووولز معينة للعب وفي الواقع زي ما النظريات الحديثة أكدت إن الخيال ده حتى لو الألعاب البسيطة عند الأطفال اللي من وحي خيالهم شيء بالغ الأهمية للتخطيط لتعليم التخطيط المسبق والنظر للبدائل ورية الأشياء من وجهات نظر مختلفة وعشان نكونوا واقعيين أكتر لو حضراتكم بسيطوا بشكل واقعي جواكو حتى إحنا كبالغين إن الألعاب مرتبطة ارتباط وثيق بنا من جوانا ومش الألعاب فحد دتها إن إحنا بنرجع كمان للطفولة علشان نحط نفسنا في إماجينيشن معين أو حالة نفسية معينة بتشعرنا بالسعادة علشان نبدع في شيء معين دي كانت مجال لبحث كثير من الباحثين إن هم استخدموا الألعاب في تقنيات الإبداع عن طريق تشجيع الإنسان حتى لو بالغ للبحث عن الطفل اللي بداخله أو الطفل اللي جواه لو هنربط ده بالتصميم فمعظم مواجهات أو الكمبيوتر انترفيس بشكل عام بتركز أكتر على الجزء اللوجيكل أو الجزء العقلاني أو المنطقي لوجودنا ونادر ما بتسخر جانب الإبداع أثناء التصميم لو حضرتك مصمم على الرغم إن كثير من الناس بيشوفوا إن الدزاينر لو ما كانش عنده إبداع في التصميم اللي هم بيستخدموه فمفيش حاجة هتربطني بالتصميم يعني عاطفيا أو هيتولد عندي سلف موتيفيشن أو انترينسينج موتيفيشن إن أنا أستخدم الابليكيشن لو ما كانش في جانب الكرياتيفي أو إن هو ما فيهوش جانب جزء من المرح في التصميم بتاعه الكاتب هنا خاتم بجملة مهمة جداً إن الألعاب والعلم والفن من تدفقات المرح البشري الحقيقة إن هي جزء لا يتجزأ من قمم الحضارة الإنسانية لذلك لازم ناخدها في الحسبان كجزء أساسي من الاحتياجات البشرية اللي بتولد عند الهيومن رابع الجزء هنتكلم عليه في جزء هي الليفت برين الليفت برين بيشتمل على الجوانب الأساسية الخاصة باللغة والتفكير اللوجيكل أو التفكير المنطقي بينما الجانب الأيمن أو الوايت برين بيحتوي على مناطق الإدراك المكاني والتفكير الأكثر حدثية ممكن نعمل سكيبنج سريع للجزء ده فبس ندينا مثال في الآخر إن هو معظم الناس بيفرقوا ما بين لو إحنا بصينا هنا طلبت من حضرتك في الصورة دي تقول لو السهم متجه لفوق تقول فوق لو السهم متجه لتحت تقول تحت فهنقول فوق فوق تحت فوق تحت 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 بسرعة لكن لو جينا للصورة دي هتاخد وقت أطول في التفريق ما بين الشمال واليمين يعني مثلاً هنا ليفت ليفت رايت ليفت رايت أكيد أبطأ سنة لأن التمييز ما بين الشمال واليمين مرتبط بالمجال البصري اللي بدوره مرتبط لمعظم الناس بالنحية اليمين من البرين لمستخدمي اليد اليمنى وهكذا فهو جزء يعني خارج نطاق شغلنا حالياً ممكن نرجع له إن شاء الله بإذن الله لما يجي جزء مرتبط به خاص بالتصميم خامس سبسكشن هنا او الخبرة والسحر علشان يفهمك مفهوم المفهومه مهم جداً في الـ فهو بدي لك مثال مثلاً لو حضرتك حضرت حفلة وكانت الحفلة دي يومها كان فيه عصفة رعضية شديدة او رحت زيارة مثلاً لحد وكان فيه مثلاً جوتاً مشمس او كده فهترتبط معاك بذاكرتك اليوم مش بس كده بكمان الأحداث اللي حصلت حواليه حتى لو ما كانتش هي الأساس يعني الأساس الحفلة بس انت فاكر إن يوم حصل عصفة رعضية شديدة وهكذا فحضرتك ما كانش عندك بس مجرد مجموعة من المشاعر وقتها لا دي كانت تجربة متكملة حسية جسدية اجتماعية عاطفية كله بيشتغل مع بعضه علشان يولده عندك إكسبرينس معينة وأحد المفاهيم الأكثر انتشاراً في الـ HCI هو مفهوم تشيك زينتيمي هالز تدفق تشيك زينتيمي هالز معلش هو الاسم تقيل شوية الفلو ده بيهتم بالإحساس للتجربة كاملة عند المشاركة في تسك معين أو total engagement والتركيز في التسك ده على إيه على حسب ما تم تحليل مجالات مختلفة عن بعضها زي مثلاً فيزيكال سبارت أو المجالات الأدبية أو اللعب الموسيقى مثلاً أو النشاطات المهنية المختلفة حللوا التسكس المختلفة في الأنشطة دي وبعدين تم تحديد قائمة من 8 characteristics مشتركة ما بين عملية الإكسبرينس أو تكوين الإكسبرينس عند الإنسان في كل أو معظم المجالات الحياتية تعالوا مع بعض نشوف إيه هما 8 characteristics تيه أول حاجة clear rule بيكون الإنسان عنده هدف واضح وعارف هو عايز يعمل إيه وبعدين الattention أو الانتباه وفي المرحلة دي بيبقى فيه تركيز قوي على الهدف والمشاط وبعدين loss of self consciousness وده فيها بيتم فقدان الوعي الذاتي لبعض الوقت لأداء المهمة قيد التركيز وبعدين sense of time وفيها الشعور بالوقت أو أن أنت عايز تؤدي المهمة دي فيه وقت معين أو في خلال time معين وبعدين خمس حاجة رد الفعل بتاعك أو feedback النتيجة للإحساس بالإفكتس للأكشن اللي حضرتك عملته أو للأكشن اللي تم وبالانس دي سادس وفيها لو فيه جزء من الطسك صعب شوية فحضرتك بتعمل challenge مع نفسك وability علشان تتوازن وما تفقدش السيطرة على الطسك اللي حضرتك بتؤديه سابع حاجة control وهي السيطرة الشعور بالسيطرة الشخصية سواء على الطسك أو على مشاعرك الشخصية أصناء عمل الطسك وفي النهاية بيكون عندك intrancing reward أو مستني المكافأة الذاتية لحضرتك سواء مثلا انت بتقوم بشغل معين ففي الآخر هتاخد مكافأة عليه أو مرتب عليه لو حضرتك مثلا بتعمل game معين أو بتلعب sport معين فحضرتك محتاج ان انت تفوز في الجيم دي في حد ذاتها intrancing reward وده اللي بيخلي لل activity قيمة في حد ذاته بالنسبة لحضرتك طيب الكلام ده ازاي احوله لتصميم حقيقي داخل design بتاعي اللي انا هقدمه ال end user الحقيقة ان الامر ده عشان حضرتك تبني experience كاملة لل user اللي قدامك وال experience دي تكون positive experience عن ال application اللي حضرتك عامله فده مش امر سهل وان شاء الله باذن الله هنتناول في خلال الكرس بتاعنا كيفية بناء good experience من خلال تناول جزء جزء من اجزاء ال interface وازاي حضرتك تعملها بطريقة توصل لل end user بgood experience جميل جدا اه في الفلول اللي احنا شرحنوها دلوقتي مش هي الفلول اساسية اه او الفلول الوحيدة اللي تم اقترحها في عملية اه بناء experience عند ال human في كمان مكارثي وعالمين اسمه مكارثي وعالم تاني اسمه رايت تحليل مختلف لمفهوم ال experience التحليل ده بيشمل اربع خطوط اساسية او سموها threads او خيوط اه الخيط الحسي ده كان اول Thread معانا اللي هي Sensual Thread وهي الاحاسيس البصرية والسمعية واللمسية اللي بتكون اتصالنا او اللي بتساعدنا في التواصل مباشرة بالعالم الخارجي دينا هنا مثال ان هو الميكانيكي مثلا لما يسمع اهتزاز معين في السيارة فبيعرف نوع العطل من صوت الاهتزاز وهذا تاني Thread اسمه Emotional Thread او الخيط العاطفي اللي فيها مكاريثي قال ان ال Emotion العامة المسيطرة على اليوم سواء مثلا احباط مؤقت او الشعور ان كان يوم كويس او كده هو المحرك الاساسي للانشطة اللي حضرتك بتعملها في اليوم رغم ان هو محرك اساسي الا ان هو في الوعي يعني انت النهاردة مش جايلك نفسي تعمل الحاجة الفلانية لا انا هعمل الحاجة الفلانية مكان ده النهاردة تاني يوم عادي ممكن يتقلب ال Emotion بتاعك فتعمل التاسك اللي حضرتك ما عملتهوش انبارح او وهكذا فهو محرك لا اراضي ودخلي للانشطة اليومية تالت Thread اللي هو التركيبي او ال Compositional اللي فيها مكاريثي اقترح ان التجربة بشكل عام بتتبنى من الاجزاء الصغيرة اللي بتكونها بمعنى مثلا حضرتك فاتح ويبسايت لحاجة professional كبيرة او ال Organization كبيرة لقيت بانر خيصة او بانر بسيطة اوي في التصميم او سيئة في التصميم فاكيد ده هيشعر حضرتك كيوزر ان ببعض تمام؟ وهيأثر على الاكسبرينس العامة اللي حضرتك هتكونها عن الويبسايت ده رابع Thread مكاريثي ورايت اقترحوه هو Spatio Temporal Thread او الخيط المكاني الزماني ان اليموشن بترتبط ارتباط وثيق بالمكان اللي حصلت في الاكسبرينس وبترتبط بالزمان اللي حصل في الاكسبرينس دي وده طبعا لو جينا نطبقه على ال HCI او design field هيرتبط ارتباط اساسي بال Tangible Computing وكمان البكريتاس كمبيوتينج زي مثلا virtualization and so on اللي فيها بيتم تصميم ال user interfaces for different interaction مع ال user بعد ما عرفنا الاربع خيوط اساسية لتكوين الخبرة مكاريثي بيقول لنا ان فيه ستة او ستة عمليات اساسية من خلالها ممكن نعمل تحليل للاكسبرينس اللي تمت او اللي اكتسبناها في حاجة معينة او اللي هنقدمها لهيومان معين او البروسس اللي هي الانتسيبيتينج انتسيبيتينج اللي هي التوقع ان من خلال تفاعل الانسان او اليوزر مع الانترفيز بتاعنا نتجنب ان هو يشعر مثلا بخيبة الامل نتيجة استخدام ديزاين معين وده مرتبط بالكومبوزيشنال ثريد اللي احنا شرحناها من شوية تاني بروسس اللي هي الكوننكتينج وده مرتبطة بطريق تقديم الاكسبرينس دي لليوزر بتاعك لو هنطبقها على الـ HCI ولو هنربطها بمكاريثي ثريدز فهي هترتبط بالخيط الحسي والعاطفي اللي هو اول ثريد اتكلمنا عنه ثالث بروسس وهي الانتروبريتينج او الترجمة وهي ترجمة التجربة بتاعتك لـ وفيها بيشوف اليوزر هل الـ اللي مر بيها بتحقق الانتسبيتينج ولا كانت سيئة فتصيبه بالاحباط وهاتب ثالث او رابع بروسس اللي هي رفليكتينج ودي اثناء بتحصل اثناء تقدم في الاكسبرينس نفسها وبداية مراجعة اجزاء الاكسبرينس اللي انا مريت بيها مثلا ارادة كتاب معين هل انا استمتعت بشكل زي ما انا كنت متوقع هل هي افضل مما كنت اتوقع او اقل مما كنت اتوقع وهكذا خامس بروسس معانا اللي هي وهي السيطرة او المشاعر اللي بتسيطرة على اليوزر لما يعمل عملية الرفليكشن للاكسبرينس بتاعته ويدخلها كمان مع النسيج الاوسع لحياته فهل التجربة دي بالنسبة للحياة بشكل عام هل كانت تجربة هل كانت بوستيف اكسبرينس ولا نيجاتيف اكسبرينس بشكل عام سادس بروسس لعملية الاناليزنج لأي اكسبرينس هي الريكاونتينج او اعادة الفرد ودي بتحصل لما احكي عن التجربة دي لناس تانية فبعيد تجربتها في الذاكرة او في الشعور الداخلي ليا فهبدأ اصلت الضوء على اشياء معينة او مواطن قوة ومواطن ضعف في الاكسبرينس بتاعتي والحقيقة ان هي اي تجربة او اي اكسبرينس بشكل عام بتصبح اكثر قيمة لو حكيتها للاخرين ونقلت تجربتها دي لحد ثاني وهكذا اثناء السبت جميل جدا بنختم الجزء ده ان احنا نقول ان مش غريبة ان تكون مفاهيم كلمة اكسبرينس شوية امبيجروس او مش محددة بالتفصيل ما لهاش اطر وصفية او اطار وصفي تحديدي لمعنى كلمة اكسبرينس بشكل اكثر دقة ما نقدرش مش برينس بيرلز ماشين عليها واحد اتنين ثلاثة عشان اعمل تصميم مور ريال او بتصميم بيقدم جود اكسبرينس لشخص معين ومالهاش قاعدة ثابتة في كل او برادايم ثابت في كل مناحي التصميم ممكن يكون التصميم المناسب لاداء تصك معين مش هيكون اكيد مناسب في تصك تاني وهكذا فحضرتك كمصمم بمعرفتك بمفاهيم المختلفة للاكسبرينس بازاي الانسان بيحلل الاكسبرينس ازاي اساسا بيكون عنده جود اكسبرينس فهتقدر ان انت تحط نفسك مكانه وتسأل نفسك ايه هي الايموشنز اللي هتوصله بشكل مباشر لما يستخدم الجزء ده من الدزاين او يستخدم الدزاين بتاع مثلا ويب سايت او ابليكيشن او ديجيتال بودكت ازا هول او ككل جميل جدا ثالث جزء في الشابتر معينا اللي هي يوزينج افكت هنتكلم فيها عن اول حاجة اللي هي فيسيولوجيكال كومبيوتينج او الحوسبة الفيسيولوجية وهي مجال واسع كريسيوش اسمه افكتف كومبيوتينج تمام الفيسيولوجيكال كومبيوتينج ده جزء من الافكتف كومبيوتينج افكتف نط افكتف وهي بتشمل استخدام المؤشرات الفيسيولوجية للجسم الانسان او استشعار العلامات الفيسيولوجية المختلفة للانسان زي معدل ضربات القلب او مخطط كهربية الدماغ او اللي حتى ضغط الدم او اي علامات فيسيولوجية للانسان استخدامها في اغراض غير طبية بمعنى استخدامها في عملية تصميم سيستم بيستخدم مثلا برين كومبيوتر انترفيس ترجمة اشارات الدماغ مثلا علشان يعمل حاجة معينة او بيستشعر بالاموشن الخاصة باليوزر فيعمل راكشن معين وهكذا في نوعين اساسيين من الاستخدامات ياما بايو فيدباك اند كنترول زي ما بستخدم مثلا الاي اي جي او اشارات الدماغ في عملية ادخال البيانات للجهاز او تاني نوع من الاستخدامات هي التكيف او ادابتنج السيستم البتاعي بناء على مشاعر اليوزر طيب كميل انواع العلامات الفيسيولوجية او الفيسيولوجيكال ساينز في عندنا او او اتسايت وهي الساينز اللي ممكن اكتشافها بسهولة من مسافة بعيدة زي تعبيرات الوش او نظرة العينين او اتجاه النظر او اتساح حدقة العين او مثلا الووكينج او كم او من على السيرفس او ملامسة او الادوات اللي بتلمس سطح الجلد اللي تشعر مثلا بدرجة حرارة الجلد رتوبة العرق ضغط الدم ضغط العضلات او الانسايت ودي بتبقى مور كومبليكس طبعا او المصد كومبليكس ساينز اللي استشعرها بيحتاج توينينج بشكل اعمق ودي بتكون مخفية داخل الشخص نفسه زي مثلا مستوى الهرمون او النشاط الكهرابي الدماغي او ضربات القلب او whatever الساينز المختلفة للجسم وبعض الانسايت ساينز نفسها من الصعب ان حضرتك اساسا حتى تشعر بيها كشخص طيب الحقيقة ان الميديكال سنسورز بشكل عام والاجهزة الطبية الاكثر دقة بشكل خاص بتكون كبيرة في الحجم نسبيا ما بتتناسبش احيانا مع الكمبيوتر خاصة مثلا زي ما انا او ممكن اقيس اشارات الدماغ كويس جدا عن طريق الMRI مثلا لكن الMRI بتتنافى مع اي جهاز كمبيوتر فبالتالي لازم اعمل سنسور مناسب استشعر بي اشارات الدماغ ومن خلال الاشارات اللي انا خدتها او السيجنالز اللي انا خدتها ابدأ احللها واستخدمها في عملية الكنترولينج للكمبيوتر ديفايس بتاعي او حتى مور كومبليكس ابليكيشن مثلا ان انا اتحكم في برنامج معين من خلال اشارات البرين ومدينا مثال تاني على الفيشال اكسبريشن ريكوجنيشن وكانت من اقدم الدراسات اللي معمولة في مجال الفيشال اكسبريشن ريكوجنيشن هي دراسة باول اكمان مع مجموعة من الباحثين الاخرين اللي اعتمدت على دراسة يوهام دوشين اللي كانت عبارة عن اكتشاف المشاعر من خلال الفيشال اكشن اللي اعتمدت على خمسين حركة فردية لعضلات الود زي ما احنا شايفين عندنا لا جزء من الدراسة في الصورة دي ودي كانت من اقدم الدراسات للفيشال اكسبريشن ريكوجنيشن طبعا باستخدام الكمبيوتر فيجن كمان ممكن ان انا اقدر حل الجوانب اخرى زي مثلا انتساح حدقة العين او مشيت الجسم قدام الكاميرا اللي ممكن يتبنى على كل الامبوتس دي مجموعة من السيستم ادابتيشن كرد فعل للانساب بايو فيدباك اند برين كونترول كان اول استخدام طبعا للبايو فيدباك بشكل عام كانت استخدامات طبية زي مثلا معرفة نسبة الانسولين في الدم وهكذا علشان يبدأ مويض السكر ان هو ياخد جرعات انسولين بتركيز معين الا ان البايو فيدباك اصبح كمان دخل ضمن تحسين الاداء للاكتيفيتز اليومية مثلا عن طريق رد الفعل للموجات الدماغية بيستشعر مثلا الجهاز ان هو الانسان مصاب التوتر فيشغله مثلا موسيقى هدية بتساعده على التركيز والهدوء طيب جات فكرة بعد كده ان هو ادم احنا بنقدر نتحكم في الاشارات الفيسيولوجية الداخلية طب ليه ما استخدمش انظمة الكمبيوتر المختلفة عن طريق طرق الادخال المختلفة للناس اللي بيعانوا من اعاقات شديدة او قياس مثلا مدى توطر الانسان او مدى اثاراته خلال يومه ومش بس كده ممكن كمان اللونج تيرم مونيترينج للفيسيولوجيكال ساينز للانسان وطبعا الفيشل اكسيبريشن مش بس الفيسيولوجيكال ساينز المختلفة ممكن يعلم الانسان الكمبيوتر نفسه ازاي يقدر ياخد ديسجن بطريقة تحاكي الهيومن ده في المشاكل المختلفة طيب جميل هنتكلم كمان عن الافكت ادبتيشن اننا استخدم السنسد اموشنز اللي وسطها من السنسرز المختلفة بشكل مباشر في الابليكيشنز المختلفة مش بس كده ده ممكن تستخدم في الكريتيكال اموشنز كمان سي مثلا طيار حربي السنسد اموشنز بتاعته بتقول انه هو في قمة التوتر او قمة الاستثارة في موقف معين فحصل ارر معين عنده في الطيارة الارر ده ممكن للأوتوماتيك بايلوت او الاوتو بايلوت ان هو يحله او التحكم الالي للطيارة ان هو يحله بنفسه اه فبدل ما يعمل الاررمينج للبايلوت فهيعمل حاجة اسمها باسك ميجريتابيليتي ودي هنتكلم عنها بشيء من التفصيل ان شاء الله في شابتر اليوزابيليتي اه ان هو يحاول ان هو ياخد التحكم من الطيارة بنسيابية اه في الطيارة بتاته بحيث ان هو ما يوطرهوش زيادة بالالاررمينج او 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 المشكلة اللي عنده اه فدي ابليكيشنز تعتبر كريتيكال ابليكيشن للأفكت ادابتيشن اه اكسبريشن افكت اند ايدنتي اه بتقول لنا هنا ان بالاضافة للفيسيولوجيكال كومبيوتينج اللي كان بيركز على الميجرينج اه لليوزر كونترولد انترنال ريسبونس اه ان ممكن كمان اه من طرق التعبير عن المشاعر طريقة الصريحة او الاكسبليسيت اكسبريشن عن طريق استخدام الايموت ايكونز او الايموجز اه من قبل اليوزرز او استخدام حتى اه طريقة كتابة معينة مثلا جوات العادل في اه اثناء الكتابة ده معناه ان الانسان متنرفز او متعصب من حاجة معينة ممكن استخدام اه التكست نفسه لرسم ايموجز او ايموت ايكونز اه عن طريق العلامات المختلفة اه او ممكن استخدام حتى اه الدودلز الدودلز دي مجموعة من الخطوط مع مجموعة اه من الكتابة او الحروف اللي اللي بتكتب بطرق معينة علشان اه تكون اه او بتكسبريس على الحالة النفسية للانسان زي مثلا هنا اه ان فوازلد الن او اه الن هنا مرهق او تعبان اه جميل جدا فيه كمان اه طرق من التعبير عن المشاعر اللي هي طريقة رد الفعل اه على حاجة معينة سي مثلا انا متنرفز فبمسك حاجة مثلا مططية اه ابدأ اضغط عليها عشان اطلع العصبية الداخلية اللي عندي اللي انا اشعر بيها اه نفس الطريقة دي ممكن اه استخدمها انا في الدزاين بتاعي عن طريق توفير اه مجال لليوزر انه هو يعبر عن اه الاحباط الشعر بيه او الغضب او whatever الاموشنز الخاصة بيه من خلال اه السيستم اللي انا عمله تالت جزء اه معينا في البرتشن او في السكشن ده اه موتيفيشن برسويشن اند بليجر التحفيز والاقناع والمتعة اول حاجة هنتكلم عنها الموتيفيشن سريعا اه بعد اه شغل السنوات كتير في تصميم اه اليوزر انترفيسز اه اللي بتناسب انفيرومنس مختلفة نيكولا ميلارد اه حدد سبعة سي اه خاصة بعملية موتيفيشنال يوزر انترفيسز او تصميم الوجهات المستخدم التحفيزية اه اول حاجة الكالشوال او الثقافة اه الكونتنت اللي هو المحتوى التحكم او الاختيار اه الكولابريشن التعاون حامس حاجة الكرياسيتي او الفضول اه سادس حاجة كومبيتشن منفسة سابع حاجة والاخيرة للشالنج وهي التحدي بعد كده هنتكلم عن البرسويشن او الاقناع هو الحقيقة التصميم علشان اعمل برسويشن اللي قدامي هو زي اي تصميم هو مش قانون بنشي عليه اه لكن في اه اطار عام او فريمورك عام تم اه تصميمه او اقتراحه اه لعملية او لعلم الاقناع في الفريمورك ده الكمبيوتر بياخد ثلاث ادوار اساسية هي اما برسويشن تول اداة معينة للاقناع من خلال مثلا زي مثال جهاز اياس ضربات القلب او ساعة اياس ضربات القلب بتسهل على اليوزر نفسه او انا الوقتي محتاج ان انا اعمل تمارين بشكل معين اخفف معدل التمارين شوية او ازود معدل المشي شوية او هكذا فدي استخدمت هنا الكمبيوتر سيستم كبرسويشن تول او ان انا بستخدمها كبرسويتف ميديا او وسائط مقنعة عن طريق مثلا ان انا استخدم البرشواليزيشن او البرشوال رياليتي او في عمليات علاج معينة زي امراض نفسية زي رغاب او واتيفر عن طريق السيميوليشن ان انا بحاكي اكشن معين للانسان جوه واقع افتراضي وببدأ احط نفس الانسان ده في الموقف نفسه بحيث ان انا او ان هو يقدر يتغلب على خوفه من الحاجة دي او برسويتف سوشيال اكشن ومن اشهر تطبيقاتها يا جماعة الافاتارز وحتى الشات بوتز اللي بتحاكي او بتسهل عملية الكوميكيشن مع الاضر يوزرز والحقيقة المؤثر الاساسي في عملية الاقناع هي بناء الثقة ما بين السيستم وبين اليوزر عن طريق الديزاين او الاتراكتف ديزاين المناسب للموقف اللي اليوزر بيتعرض له او الاكشن اللي اليوزر عايز ياخده جميل جدا تالت حاجة هنتكلم عن بليجر واهم جزء في الجزء بليجر هو هرم جردم لعملية او لاحتياجات الكنسيوري احتياجات المستهلك ممكن تكون او تبدأ بالفانكشناليتي احتياج وان الحاجة اللي قدامه تكون بتقدي وظيفتها اه وبعدين هينتقل لليوزابلتي ان هي مش بس بتقدي وظيفتها ان هي بتقدي وظيفتها بشكل يوزابل بشكل فليكسابل زي ما احنا هناخد في المفهوم اليوزابلتي بعد كده اللي بتشمل حاجات كتير او فاكتوز كتير اه فده بيقدي بيه للشعور اه للسعادة اه اللي لما تتحقق الفانكشناليتي والليوزابلتي هيشعر بالسعادة جوردان اقترح اه تلات اه خطوات اساسية لتصميم اه منتجات تشعر الانسان بالسعادة تلات خطوات الاساسية باختصار شديد هي فهم المستهلك تاني حاجة know what they want او هم عايزين ايه او المستهلكين عايزين ايه من البرودكت بتاعي وبعدين تالت اعمل البرودكت عشان يوائم التو بروسس اللي فاته طيب دلوقتي اتكلم عن جزء مهم جدا اللي هو designing digital experience and fun يعني ازاي اعمل تصميم لdigital experience تحاكي الreal experience اللي ممكن يتحط فيها المستخدم وفي نفس الوقت تعود عليه بـ pleasure and fun وبتحاكي نفس التجوبة اللي ممكن يتحط فيها في الواقع فيه مثال لطيف جدا هنا على العملية اللي هي ارسال الهدايا اعياد الميلاد والمفرقعات اللي بيسحبها الشخص فبتطلع منها لعبة ونكتة مثلا فدي ال experience دي ممكن تحاكي بشكل digital عن طريق لو هي في الريال مثلا الديزاين بتاعها رخيصة عبارة عن ورق وكده ممكن برضو في ال virtual تبقى عبارة عن simple page و simple graphics لو هي لو انا بصمم اللعبة بدي في الريال هتبقى بلاستيك توي مع نكتة بيحصل عليها المستخدم لما يعمل الكراكر او يلف او يسحب الكراكر لكن في ال virtual هيبقى web toy او web game بيحصل عليها ال user لما يسحب برضو virtual cracker مع نكتة طيب dressing up ممكن المستخدم يكون لابس مثلا قناع في الريال لايف طيب ليه ما اخدش صورة ليه ولبسه او ولبس الصورة دي عن طريق استخدام filters معينة mask او cab او hats من اختياره هو الشخصي طيب جميل طيب experience effect انه ممكن في ال real experience يكون شخص مدي هالشخص لكن في ال virtual cracker بتكون sent by email or message طيب excitement مثلا دي بتكون دلالات ثقافية معينة في ال real experience برضو بتكون او توقعات معينة في ال virtual cracker ال cool experience انه هما الشخص المديل والهدية دي مع شخص صاحب العيد الميلاد هما الاثنين بيتحبوا الكراكر مع بعض فبفرقع بيطلع منها اللعبة والنكتة لكن في ال virtual cracker ممكن برضو sender ما يقدرش يشوف ال content لحد ما ال receiver اه يبدأ اه يفتح ال virtual cracker اه ال hidden او الخفاء اه بتاع ال content للكراكر برضو ما بيظهرش الا اه لما يبدأ يتعامل معاها في ال virtual experience ال suspense ممكن في ال virtual cracker يتم تصميم ال suspense كأنه عملية slow motion او عملية تغيير لcontent بتاع الصفحة اللي اليوزر بيشوفها بشكل gradually surprise او المفاجئة او عنصر المفاجئة ده عن طريق مثلا ان احنا بنضيف wave file بيكون محتوي على صوت فرقعة اه في ال virtual cracker اه فممكن بالتالي اي اه experience يتم اه تجسدها عن طريق virtual experience اه تحاكي ال real experience عشان نحط اليوزر في نفس اجزاء ال experience ال real بعد كده هنتكلم عن ال aesthetic and graphic design او الجماليات والتصميم ال graphic الجزء ده اه بيرتبط بي اه شرح اه مبادئ التصميم المرئي ويدي ان شاء الله باذن الله هنتناولها بالتفصيل في اه اه او في شرح كتاب design interfaces فممكن اه نعمل سكيبنج للجزء ده ان شاء الله باذن الله لحد ما نشرحه اه لاحقا في المحاضرات التالية ان شاء الله اخر الجزء في الشابتر دلوقتي هنتكلم عن مجالات التطبيق او ال application areas الحقيقة ان استخراج المشاعر او eliciting emotional effects وعمل adapted systems بتتبنى على تأثيرات العاطفية للانسان ده اصبح مجال مهم جدا من تطبيقات ال user interface بل اصبح كتير من ال applications بقت معتمدة محوريا على eliciting emotion وعمل adaptation system بناء عليها من تطبيقات الموضوع ده هو الالعاب او games المحور بتاعها كله عبارة عن وضع اليوزر في حالة من الاستثارة والسعادة والتحمس والبهجة والبهجة لإكمال اللعبة او to proceed in the game الحالة العاطفية اللعبة بتقدمها اليوزر ده من خلال طبعا الموسيقى التصورية او graphics او اي materials بيتم استخدمها في game design بتاعي ومش بس كده حتى الفرقات او التغيرات البسيطة ممكن تحدث فارق كبير جدا عند اليوزر نفسه ومدينا هنا مثال للعبة قديمة اسمها snood اللي كان فاكرها اللي هي عبارة عن فقاعات والكاركتر اللي بيصيب الفقاعات ده اسمه jack وكان كل فقاعة لها اسم معين او كل شكل فقاعة كان لها اسم كانت اللعبة دي بتسبب يعني جزء من اليدمال اللي استعملها وذكرنا اثناء الشابتر ان احنا ممكن نستغل كمان detection للplayers emotion في تحسين اداء اللعبة وعمل adaptation للليفلز بناء على الاموشن تاني مجال من الapplications toys and companions وهنا بيتكلم عن التصميمات ال virtual للافاتارز والtoys مش ال real toys اللي محتاجة اهتمام ومحتاجة ان حضرتك تدخل لها في معايد معين تأكلها وتشربها الكاركترز التخيلية اللي بتبقى عوالم مختلفة موازية للعالم الحقيقي وايضا الالكترونيك games او الالكترونيك toys زي مثلا الالكترونيك bits اللي مشهورة جدا في اليابان ودي بتبقى عبارة عن دمى الكترونية وليست واقعية بتحاكي تصرفات البيت او الحيوان الاليف الحقيقي بالظبط تالت application ممكن تستخدم ال emotion في ال education ودي اتكلمنا عليها في ال educational software اللي بتولد حاجة اسمها extrancing motivation او تحفيز خارجي او حتى تحفيز داخلي intrancing motivation للرنر رابع مجال ممكن يستخدم في ال emotions او اساسي في التعامل مع ال emotions هو ال art زي المثال اللي احنا عرضناه اثناء شرح الشابتر اللي هو كان عبارة عن الاستجابة بانواع موسيقى مختلفة مثلا مهدئة لو كان الانسان حاسس بالتوتر ده عن طريق طبعا ال physiological sensing و adapting environment حوالين ال human بناء على الساينز المتحدة جميل خامس تطبيق واخر تطبيق معنا ده هم تطبيق طبعا ربط ال emotions بشكل عام او توجيه ال technologies ال emotions وربط ال emotions بال technologies بشكل خاص اصبح من مجالات البحث المهمة جدا ربط ال emotions بال iot وان تغيير ال environment حوالين الانسان عن طريق استشعار مشاعر زي ما احنا قلنا بعض الامثلة خلال الشابتر شكرا لحضراتكو وسبكو دلوقتي مع further reading ممكن حركة تطلع عليها للمزيد من الاستفادة ان شاء الله باذن الله وقابلكو في المحاضرة الجاية سلام عليكم